موسيقى عاوز نسألك سؤال يعني الناس بتخدنا في اتجاه آخر الله محبة خلاص حط كل حاجة تحت الله محبة ايعقل انه الله بدين بعاقب الناس طالما هو الله محبة وبعدين سؤال تاني طالما انه الله محبة موت المسيح هو بالعكس يعني نموذج يعتبر عطاء محبة للبشر خلاص عشان الناس ترتاح في شخص يعني دفع الثمن كلمة الله محبة جاءت في رسالة يحمى الاولى اصاح ربعة بس في اصاح واحد جيت حاجة تاني هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به ان الله نور وليس فيه ظلم البتة زمان وانا بتمشى في القاهرة في شارع شبرة كان فيه خمارة وكان حطت الرجل على الخمارة دي الله محبة وانا كنت كلما بص على الله محبة قلت انت ما تقول الله نور ما اقدرش يقول الله نور لانه لو حط الله نور الله نور وليس فيه ظلمة البتة ما تمشيش لكن الله محبة فهمها غلط الراجل فهمها ان الله محبة يعني اعمل ما شئت من الخطايا والله يعني حبيبك يبلع لك الظلط ده مش الله لماذا لان الله قدوس والقداسة تسمى صفة الصفات فالله يعني الله عنده محبة محبة مقدسة عنده عدل مقدس عنده رحمة مقدسة وكل صفات الله لان زي ما قلنا صفة الصفات هي القداسة الملائكة السرافيم لما تغنوا بقداساته قدوس 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 يعني احنا مولفين نقول ان العزة لله والكتاب المقدس بيقول لنا هذه المرة سمعت وهتين الاثنتين ان العزة لله الله قوي وعزيز ومحدش قده صح مرتين بس قداسة الله الملائكة السرافيم قالوها ثلاث مرات فالله قدوس لما تتغنى المطوبة مريم تقول اسمه قدوس لما يتكلم موسى يقول اسمه قدوس مزمور تسعة وتسعين ثلاث مرات يقول قدوس هو فالله قدوس والقدوس زي ما اشرنا في الفترة اللي فاتت عيناه اطهر من ان تنظر الى الشر لذلك لانه محبة جاءت لزوم الكفارة فيقال ان قداسة الله استلزمت الكفارة والمحبة قدمتها لكن ماذا عن شخص يرفض الكفارة انا مش عايز كفارة انا مستغنى عن كفارة المسيح انت بلا ستر يغطيك ويحميك يوم غضب الله وغضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم ايوه الله محبة طبعا ولانه محبة رتب لنا الخلاص والكلفة الكبيرة اوي ان ابن الله ييجي من السماء ويموت علشان دي كلفة رائعة وعظيمة لكن بدون هذا العلاج الذي يرفضه بعض الناس ستكون عاريا ولن تجب من يحميك يوم غضب الله اشتركوا في القناة